في السابع من أكتوبر قبل عام من اليوم وجهت المقاومة ضربة استراتيجية هدت الكيان الإسرائيلي على المستوى الأمني والعسكري هجوم أظهر حجم الفشل الذريع لمختلف مكونات جيش الاحتلال ومنظومته مكبداً إياه خسائر غير مسبوقة في تاريخه أصبح بعدها مجتمعه يواجه انقساماً وهجرة حيث تشير الإحصاءات واستطلاعات الرأي إلى أن 86% من المستوطنين لا يرغبون بالعيش في مستوطنات غلاف غزة بعد انتهاء الحرب تقف دولة الاحتلال اليوم بحسب خبراء قانونيين كمجرمة حرب تلاحقها تهم الإبادة الجماعية والدعاوى القضائية من دول متعددة وارتفعت الهجرة فيها منذ بداية 2024 إلى أكثر من 40 ألفاً فكيف صمدت سردية القضية الفلسطينية في وجه الاحتلال بعد عام على طوفان الأقصى بحسب مراقبين كان الطوفان عملية عسكرية شملت هجوماً برياً وبحرياً وجوياً وتسللاً للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة واعتبر من أكبر الهجمات على الكيان الصهيوني منذ عقود أكثر من 42 ألف شهيد حتى اللحظة والتشبث بالأرض للفلسطينيين لم يتزعزع فلتزل غزة صامدة في وجه أعتى جيوش العالم وقد ساهمت في إعادة تشكيل الوعي الجمعي بالقضية الفلسطينية الذي ظل يرتفع على مدار سنة كاملة ترجمته المسيرات الشعبية التضامنية في الشوارع والجامعات والمحافل الدولية والإقليمية وزير المالية الإسرائيلي بتس إل سموتريش طالب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لعملية الطوفان المغفرة من الإسرائيليين على هذه المجزرة كما أسمها وستأهب إسرائيلي محتدم في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى خشية العمليات الاستشهادية وفق منظمات دولية وحقوقية فقد ارتكب الاحتلال الصهيوني منذ بداية الحرب أكثر من 19 نوعاً من الجرائم ضد الإنسانية والجرائم المخالفة للقانون الدولي أبرزها التهجير القصري والنزوح الجماعي إضافة للتعطيش والتجويع الذين مستى حوالي مليوني شخص في القطع إلى جانب التعذيب داخل المعتقلات وقصف مناطق اللجوء ومنع دخول الأدوية وإخراج الجرحى للعلاج واستتصاعد وتيرة الهجمات إلى الدول المجاورة وإحداث خسائر في الأرواح والبنية التحتية